بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً لدور المحكمة الدستورية في التخفيف من وطئة القوانين الاستثنائية قوانين الإدار الأماكن القديمة أصدرت الحكم 116 لسنة 18 قضائية دستورية هذا الحكم حصر الامتداد في الفقرة الأولى من المدة 29 من القانون 49 لسنة 77 اللي هي الزوجة والأولاد والوالدين بشرط أن يكونوا مقيمين قبل الوفاة المحكمة الدستورية لغت مسألة السنة كان بيشترط لامتداد عقد الإيجار سنة أصبحت مدة المحكمة الموضوع تستخلص أن هذا المكان أصبح للشخص الممتد إليه مغدا ومراحه ومستقره ومكان سابت بالنسبة له والمحكمة الموضوع بتستخلص أن هذه الإقامة بيمتد بها العقد الإيجار ولا لقابة لمحكمة النقضة عليها طالما كان الاستخلاص سائغا بمعنى أني لو بنت طلقت من زوجها وهذه البنت مش حاضنة على اعتبار أن هي تاخد مسكن الزوجية ورجعت قعدت مع مامتها المستأجرة الأصلية وتوفت الأم يمتد عقد الإيجار حتى ولو كانت البنت دي المدة قليلة شهر اتنين المحكمة تستخلص أن هذا المكان أصبح هذا المكان سابت ولا مكان لها سواها وأن هذا المكان مغداها ومراحها فيمتد لها عقد الإيجار المحكمة الدستورية برضو بالقانون ستة لسنة تسعة دستورية لغت مسألة الامتداد بالنسبة للنسب والمصاهرة وفأصبح الامتداد محصور في الطايفة اللي هي قلنا عليها الفكرة الأولى من المدة تسعة وعشرين على اعتبار أن هذا المكان لا يورس فشروط الإقامة المحكمة حددتها أو الأحكام محكمة النقضة حددتها تبقى لنص المدة تسعة وعشرين أن يكون إقامة مستقرة بهدف الاستمرار وأن هذا المكان ليس لها مكان سواه ممكن تاخد شقة تانية لكن لأن في حكم دستورية صدر بتاريخ سبعة وعشرين حداشر سبعة وتسعين اللي هو حكم ستة وخمسين لسنة تمنتاشر لغى الفكرة اللي كان الشخص إذا احتجت في ذات المدينة شقة يجوز للمؤجر أو المالك أنه هو يرفع عليه دعوة بانتهاء عقد الإيجار باعتبار أنه هو بيتملك أو بيستأجر شقة تانية هذا النص تلغى باعتبار أنه يجوز أنه هو يتملك شقة تانية أو يستأجر شقة تانية برضو بنشير إلى حكم الدستورية رقم سبعين لسنة تمنتاشر هذا الحكم تم نشره بتاريخ أربعتاشر حداشر ألفين واثنين هذا الحكم فرق ما بين مرحلتين المرحلة قبل أربعتاشر حداشر ألفين واثنين اللي امتد يمتد برضو قلنا للفكرة الأولى اللي هي الزوجة والأولاد والوالدين وبيطلق عليهم مستأجرين أصليين بمعنى أن إذا الابن ابن المستأجر الأصلي توفى توفى وهذا الابن كان متزوج ومعه زوجة وابن ومات الابن ده يمتد عقد الإيجار للحفيد ويمتد ليه الزوجة أما بعد أربعتاشر حداشر ألفين واثنين فيمتد ويطلق عليهم ممتد إليهم بمعنى أن الابن لو مات ما يمتدش ولا للزوجة ولا للحفيد وينتهي العقد بوفاة آخرهم فالمحكمة الدستورية بتحاول أن هي تخفف من وطئة القوانين الاستثنائية محكمة النقض برضو لها دور المادة المتعلقة بالتكرار التكرار في التأخر في سداد القيمة الإيجارية كان قبل 2008 قبل الحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض كان التكرار يتحقق حتى انعقاد الخصومة في دعوة التكرار المحكمة حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض استقرت على أن التكرار يتحقق بمجرد إداع الصحيفة حضرتك كمستاجر اتأخرت في القيمة الإيجارية وحتى قفل باب المرافعة في استئناف توقيت الإخلاب أنك سددت القيمة الواردة في التكليف بالوفاء ومستجدة والمصاريف الفعلية المحكمة بتديك فرصة تانية وتلغي الحكم وتدي رفض للحكم تلغي الحكم الصادر بالإخلاة وتديك فرصة تانية أنت بقى مرضت على عدم الوفاء بالأجرة اتأخرت تاني حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض انتهى إلى أن أنا قاعد متربص لك كده اتأخرت شهر رحت جارع على المحكمة أو دعت صحيفة الدعوة ما ليش دعوة بالإعلان أو انحقات الخصومة مجرد إداء إداء صحيفة الدعوة السداد اللاحق ليها لا يبرئ زمتك ويعتبر متحقق في حقك التكرار وده سبب من أسباب الإخلاة الواردة على سبيل الحص بمعنى هي أنك أنت مجرد أنك تتأخر شهر تاني وتحقق في حقك التكرار بمجرد إداء الصحيفة المحكمة بتحكم عليك بالإخلاق إلا إذا وجد مبرر للتأخر التأخر إزاي المبرر أني ست سنها كبير ومريضة وأولادها موجودين في الخارج في عذر أن هي ما دفعتش القيمة المحكمة ممكن تتقبل هذا العضر ولازم تنقشه يعني أنا قلت والله في عذر الست دي تأخرت في السداد المحكمة حتى لو رفضت هذا العذر لابد أن هي تنقشه وترد عليه فالنهاردة محكمة النقضة ليها دور كبير برضو في نص المادة 22 الفقرة التانية من القانون 136 لسنة 81 هذه المادة يجوز فيها للمؤجر أنه هو يطلب إخلاق وانتهاء عقد الإيجار إذا تحقق في حق المستأجر أنه هو يقيم عقار تزيد وحداته عن ثلاث وحدات وتكون صالحة للانتفاع وهذا النص استحدث بالقانون 136 لسنة 81 بمعنى أن القاضي فيه هنا التزام تخييري على المستأجر يطرق المكان يدي للمؤجر شقة بدعف القيمة الإيجارية على أساس أنه هو بنى وهذه المبنى صالح للاستعمال فيحق فيها للمؤجر أنه هو يخلي المكان إذا هو رفض أنه يدي له شقة صالحة للاستعمال وبذات القيمة أو القيمة مضاعفة عن القيمة الإيجارية للمستأجر فهنا فيه برضو محاولة تخفيف عن المؤجرين لأن القيمة الإيجارية ضعيفة جدا كما يجوز أن يتخايل المستأجر عن العقد ويتنازل عنه ويحرر عقد جديد طالما فيه رضا ما بين المؤجر والمستأجر ممكن أنه هو يعمل عقد جديد خاضع للقانون 4 لسنة 96 بالإضافة إلى أن أسباب الإخلاف القوانين الاستثنائية ورد على سبيل الحاصر المشرح حددها مصدرها القانون عكس القانون 4 لسنة 96 مسألة اتفاقية ما بين المستأجر والمؤجر فيه شرط فاسخ فيه تأخر في سداد القيمة عن طبق المادة 158 في أني أنا مدة لازم أحددها في الاستعمال النهاردة برضو في القوانين الاستثنائية فيه القانون 6 لسنة 97 ده متعلق بالنشاط التجاري والمهني والصناعي بمعنى إيه لو المستأجر الأصلي برضو القانون ده تنشر بتاريخ 27 ثلاثة 97 هذا القانون المتعلق بالنشاط التجاري والمهني والتجاري هذا النشاط المشرع تمسك بمسألة نشر القانون 27 ثلاثة 97 إذا توفى المستأجر قبل 27 ثلاثة 97 بيمتد حتى الدرجة التالتة أما بعد 27 ثلاثة 97 بيمتد إذا توفى المستأجر حتى الدرجة التانية من أزواج حتى الدرجة التانية بشرط أنهم يستخدموا العين في ذات النشاط اللي كان المستأجر الأصلي بيستخدمها وشكرا يا فندم شكرا يا فندم